عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال انه الشهيد ما يفتن في غبره. ما بيفتن. ليه? قال كفى ببارقة السيوف فتنة. الصيف في راسك. قال كفى ببارقة السيوف فتنة. كويس? والله يا اخوانا الشغلة دي حارة. يا اخي اسى الغتال البيدور ده. ده واحد بيجيب طيارة بفوق طوف طوف. ولا بيسلاح من بعيد كده ده بكلاج بفكرة طلقة. من بعيد بعيد. زمان الشغلة دي ما كده. الشغلة دي زمان انت شاهلك سيف في يدك حديدة. وزول بينك شاهلك حديدة في يده. سيف. والنجيب بكتلة تاني. الشغلة دي حارة. يخطي فتنة. اصلا احنا لو مواجهين حارب بصيوف. كانوا حيكون موقفنا كيف? كان بنتفرتق ليه كم? كل واحد بيجيب العزر. قولك لا لا والله احنا هالليلة شوية كده لا يامني ما قادرين عليها الشغلة دي. كده صبروا لينا. وانا مسافر البلد. مسافر شنو? يا اخي كفى ببارقة السيوف فتنة. لكن في ناس والله بيزبطوا سباة. الرجال عديل. النبي صلى الله عليه وسلم لما نجي في نفس الغزوة. انا عشان كده داير انتغي حاجات معينة. لانه زمان ما شابينا داير انتغي بس اشياء. فيه فوايد بالنسبة لينا. ورسائل انشاء الله تنفعنا. جقدنا انشاء السيف. قال من ياخذ هذا السيف? كتر من الصحابة بادروا به. الدين له. منهم علي ابن عبي طالب. الزبير. ابن العوام. منهم مجموعة. قال من ياخذه بحقه؟ احجم الناس. قال ابو دي جان وما حقه. قال ان تضرب به حتى ينحني. الصماتة رجع له وراء. الشيطة بتقدر عليه انت. شوف الناس الخدموا الدين دا كيف. بعد دا تلقى واحد. بيجاي مع الدجال. بكل بساطة. يقول لك الصحابة تقاتلوا في دنيا. وكان فيهم هوا. هوا وين ياخذ. شوف الشيطة فيه هوا. هوا بخوش هنا. المحل ده. يا بليد. والله ناس استحقوا اي كلمة شينة ديل. ابو دي جان استلم السيف. قال الزبير ابن العوام. الزبير فارس. فارس قاطع كله كله. وما يبارى في الشجاعة. بشقة جيش ده كده كر بقده بهناك. وميجي راجع تاني. حتى ولده ابن الزبير قال جريح ابي جرحا في عاتقه كنت العب فيه بيدي. بداخل يده بال فيه جوة جرحا كده. فيه عاتقه هنا. كويس؟ الزبير قال لما اعطاه لابي دي جانة قال حملت في نفسي. قلت انا ابن عمته صفية. منعنيه واعطاه ابا دي جانة. كويس؟ قال والله لانظرن ما يفعل. الليلة بس بباري ابو دي جانة ده اشوف بعمل شنو. يا خب ابي دي جانة ده والله عجيب. والله خطر عديل. والله دراج الرجالة. كويس؟ انت شفت العمل في اليوم ده اكبر او؟ نحن في دنيان دي كله ما اظن قدمنا الاسلام. قال فاخرج ابو دي جانة اصابة حمراء. كما نقل ابن هشام. قال اخرجها. فقالت الانصار اخرج ابو دي جانة اصابة الموت. ربط في راسه. كويس؟ الزبير قال بيقيت متابعه. قال ففلق هام المشركين. كويس؟ قال فكان في المشركين رجل ما وجد مسلما الا قتله. قال ولا وجد جريحا الا اجهز عليه. قال المجروح بتمه طوالي. زول شرس وشر. الزبير متابع ابو دي جانة. كويس؟ قال فدعوت الله ان يلتغيها. قلت ده بس ان شاء الله يلاقي ابو دي جانة. لانه دك عامل فاشرس وده صعب. قال فلقيه ابو دي جانة فاختلفا ضربتين. المشرك ضرب ابو دي جانة صدام انه بالدرجة. السيف بتاع داك مسك في الدرجة. بيقى شابك فيها. قال فضربه ابو دي جانة في عاتغه حتى وصل وركه. فدق من هنا. ما رقى في وركه. كان جنبه كعب ابن مالك من الصحابة. قال فاخرج ابو دي جانة العصابة الحمراء والتفت الى كعب. قال كيف ترى يا كعب. شغل ده كيف. دقا ودقا واحدة شرط النص. شوف دي لقدموا للدين كيف. السيجيك واحد دي بساطة قاعد. والصحابة غاتلوا في الجنية. قليل. دين ناس قدموا للدين. بزلوا. ما هذا كله. ابو دي جانة كان ينحني بظهره. الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم وحد لما وقع. كان بينحني بظهره. بحميه بسيهام بظهره. خلي السيهام تقع في ظهره كله. ناس بزلوا يا اخواننا للدين ده وقدموا. شانك دين ما تبقى وراه. اكلمك النصيحة. الدعوة دا سا اخواننا شغالين فيها. في ناس احنا ما بنعرفهم. كويس؟ لكن ممكن تحاسب ناس معينين يقولك فلان وفلان وفلان وفلان. يا ناس اتوا مالكم. اشتغلوا. قدموا. زي ما دي القدموا. كويس؟ دي اخواننا من الحكم. ليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا. وليمحص الله المؤمنين. الذين امنوا. ويمحق الكافرين. دي كل من الحكم العظيمة.